بسم الآب والإبن والروح والكدس قال الله الواحد أمين المجدر الآب والإبن والروح والكدس الآن وكل قوان وإلى ظهر الدور كلها أمين كل سنة وحضراتكم طيبين نبتدي مع بعض البسخة التي نستنيها من سنة لسنة وكلمة بسخة معناها عبور عبور الملاك المهلك ونجاة شعب ربنا لو تفكروا فخرج شعب إسرائيين من الأرض مصر الضربة الأخيرة كانت ضربة هلاك الأبكار لكل بكر في مصر مات لكن بالنسبة لشعب ربنا الملاك المهلك عدم من غير ما يهلك حد من أبكار الشعب بتاع شعب إسرائيل شعب ربنا لسبب واحد بس أن كان فيه علامة الدم على الباب نحن نأتي في البسخة لكي نقعد تحت رجلين المسيح يعني نأتي كده لكي نتعلم منه نسيب الورانا واللي قدامنا نسيب يعني أشغالنا ومشغالياتنا وعلى قد ما نقدر بنقعد كده ساعات فاتحين فيها الكتاب المقدس ورفعين قلوبنا الربين عشان ربنا يغير القلب من جوه إنجيل باكر النهاردة حد الشعنين الصبح جاب القصة بتاعت واحد اسمه زكا وزكا ده زي ما انتم عارفين كان نفسه يشوف المسيح زي ما احنا النهاردة كلنا جاينا عشان نشوف مين المسيح فربنا قال له يا زكا اسرع وانزل علشان يقول لنا ان الأيام الحلوة اللي احنا دخلين عليها دلوقت دي اللي احنا ابتدناها بتخلص بسرعة كنيسة جابتنا الفصل ده عشان نعرف الحتة دي وقال لنا في آخر الإنجيل أنا جاي ليه؟ ان ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص من كان ضلا يعني في وسطنا ناس هتبقى أكتر حاجة للمسيح من أي حد تاني في وسطنا ناس جايين يعودوا في وسطنا النهاردة لأن هما بقالهم فترة طويلة نفسهم يقدموا توبة ويبتدوا حاجة جديدة مش عارفين فكلهم جايين نهاردة يتعلقوا في مين؟ في المسيح فالكنيسة رتبتنا البسخة دي عشان تحطينا أطول مدة ممكنة قدام ربنا رتبتنا كيف؟ كل يوم البسخة اللي احنا بنحضرها دي متقسمة إلى ساعات زي الأجبامة متقسمة ساعات بنقعد خمس مرات نهارية الصبح يعني مع ربنا وخمس مرات تانيين مسائيين مع ربنا خمس ساعات صباحية أو نهارية وخمس ساعات مسائية كل ساعة اللي احنا بنصليهم بيبقى في نبوة وبيبقى فيه تمجيد للمسيح بنقول لك القوة والمجد والبركة نشر مرة بدل المزامير بنقول إنجيل ونرى كيف انها اتحققت وبيبقى فيه طلبة ونطلبها بقلب منصحق قدام ربنا وبيبقى فيه طرح يشرح لنا ما هي فكرة النهاردة يعني فكرة الساعات اللي احنا بنصليها دي ايه وده بيتكرر بقى كل يوم كل يوم كل يوم ففي الآخر خالص بيبقى الواحد كده دخل اتشحن شحنة روحية حلوة خالص قديس بوترس قال بما إن عندكم الاشتياقات دي انتو تيجوا تشوف ربنا أنا عايز أقول لكم علىها خطيرة عارفين ليه اخترنا أن يكون فيه نبوات العربة المفروض ممكن حد مننا يقول ايه تم كان كفاية اللي موجود في العهد الجديد بيكلم عن مسيح وخلاص أقول لك لا بصبا بوترس الرسول بيقول لنا ايه بوترس بيقول لنا وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلونا حسنا انتبهتم إليها كما إلى سراج مونير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم يعني هو قصده ايه ان النبوات دي لو واحد دقق فيها المسيح يظهر بنور جامد جدا 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 في قلبه ليه لانه لما بيرى النبوة وبعدين يرى العهد الجديد يرى في قد ايه ان المسيح ده ليس واحد عادي يعني هاتلي واحدة النهاردة تكتبت فيه النبوات التي تقالتها عن المسيح هاتلي شخص دور لي لا ستلاقي لكن ان يأتي ربنا بنفسه ويكون ممهد لمجيئه خطوة خطوة حرفة حرف كلمة كلمة حدث حدث تجبنا الكنيسة عارفين كتاب دلال اسموع القلم في دينا عبارة عن ايه؟ عبارة ملخص كل نبوات العهد القديم كل نبوات الكبيرة دي محطوطة ورا بعض ورا بعض تقراها تلاقي قلبك بينبط بالفرح لانك متأكد تماما ان اللي قدامك ده هو المسيح وهو ده ربنا اللي قاتي الى العالم بوتروس قال الكلمة دي على فكرة لما قال نحن نرى هذا المسيح الذي تحقق في كل نبوات نرى على جبل التجلي بعظمته لان على جبل التجلي اعمل المسيح اظهر مجدو اظهر مجدو فلو انت تريد ان تطلب من ربنا شيء واحد فقط خلال هذه البسقة اطلب منه اليوم يا رب من فضلك افتح قلبي فافهم الانجيل اللي انا بقراه اللي احنا كلنا عادينا نقراه لان هناك شيء خطير جدا لاستعرفها لا يمكن ان تتغير من غير ما تشوف المسيح في مجدو لا يمكن ان تتغير من غير ما تشوف المسيح هو اليك وانت تريد ان تتعلق به قد يكون واحد جاي النهاردة لان هذه عادة يعني متعاود عليه من صغره يعني قال لك المسيحين بيحضره لا 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 لانك لو لم تشوف المسيح في مجدو لانت تتحمل الخطوات التي ستتحركها وراه هذه الخطوات مفرحة على فكرة وانت عارف ذا مين تبقى مسك فيه وانت متطمن النهاردة مثلا النهاردة في انجيل الساعة القلية من ليلة الاثنين نحن نقرأ من قليل يقول لك جاء ناس يونانيين جملة التلميذة ستونفلوبوس وقالوا له أريد أن نرى يسوع ماذا رأيك؟ نحن نعرف نفسنا نريد أن نرى من يسوع أقول لك أعرف الكنيسة لا أحد فتنا على الصم على أسبوع الألم لم تهدت لنا لم تهدت لنا بالقرايات التي كانت موجودة في الصم نفسه الاربعين المقدسة التي كنا كنا نصينا شيء غريبا جدا لم تهدت لها القرايات الأسبوع الأخير القرايات الأسبوع الأخير النبوات فيها لم تهدت لها غير كلمة واحدة لكن هل تعرف أن تدخل على ماذا؟ هل تعرف أن تقابل من الأسبوع القادم؟ أجب لكم نبوة جميلة جدا جتف في يوم الثانيين في الأسبوع من أيوب أيوب 38 عِتاب من ربنا لنا ربنا يقول لنا ماذا نريد أن نقابله؟ هل تعرف أن ربنا يقول لنا ماذا؟ فقال الرب لأيوب من العاصفة يعني أنه شف مجده فقال الرب لأيوب من العاصفة أجدد الآن حقويك يا رجل وأسألك تعلمني يا أيوب من هو الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ من يتحدث عن ربنا كأنه يعني حد كده ليس مهابته؟ أين كنت يا أيوب حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم من وضع قياس الأرض؟ لأنك تعلم هل تعرف هذا ماذا؟ هذا عتاب من ربنا لأنه في وسطنا الناس كثيرة اليومين يقول لك لا أريد شيء منه يعني يمكن أن تتحدث مع أحد ويقول لك أنا أعرف كل شيء من ربنا يمكن أن أعزم لكن لا أريد أن أقرأ له شيء لا أريد أن أقرأ له فالربنا نهاردة بيعاتي يقول لي يا بقى أنت تبع عندك كل الفهم وربنا لم يعرفه؟ من حجز البحر بمصريع؟ جزمت عليه حدي وأقامت له مغليق ومصريع؟ يعني مثل ربنا يقول لي أنا عملت البحر هذا الهايج وقلت له الحدي هنا وتقف من يمكن أن يفعل هذا؟ وقلت البحر إلى هنا تأتي ولا تتعدى؟ هل في أيامك يا أيوب أمرت الصبح؟ أنت كنت عايش معي أنت كنت موجود ساعة لما أنا خلقت النهار؟ من يا أيوب الذي يمنع الأشرار نورهم ويكسر الذراع المرتفع؟ من يقف قدام المتعظمين والمتكبين؟ من يسند الدعفة والمساكين؟ من؟ هل انكشفت لك يا أيوب أبواب الموت؟ يعني نرى كل ما نقوم ولكن فكرة الموت والحياة يقوم آخر لأن الوحيد الذي في يده الموت والحياة من؟ ربنا ويأتي الناس ويقول لك لكن اليوم ربنا ليس موجود كيف ربنا ليس موجود؟ قال لحد من العلماء بعد كل التقدم الذي وصلنا له يستطيع أن يعمل خلية واحدة حية؟ هل سمعتوا عنها؟ لا يوجد لا يمكن لأن هذه الأشياء الوحيدة من ربنا نفسه هو الذي يريد الحياة يريد الموت ويسأله قال له يا أيوب من يمطر على أرض لا يوجد إنسان؟ من يمطر على القفر؟ من يمطر على الصحراء وعلى الغابة الذي لا يوجد إنسان لكي يظهر فيها شجر ويظهر فيها حيوانات ويرعيهم ويأكلهم من يفعل هذا الكلام؟ لماذا ربنا كان يقول له أيوب لأن ماذا أتحدث مع ربنا بشدة ربنا قال له أترفع صوتك أيوب إلى الصحب فتعطيك مياه أنت أنت أترسل البروك فتذهب وتقول لك ها نحن نحن خدامك يا رب نضرب البر للأسف هذا سنحل ناس كثيرة قوي 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 حتى النبوة الأولى ليلة الاثنين يقول لك هناك ناس كثيرة تقولوا على ربنا في قلوبهم الرب لا ينفع ولا يضر يعني ما يحتاج إلى العتاب الذي يريد أن يقول له هذا يحتاج إلى أن ينتبه أنا علاقتي بربنا كنت أتعاملة كيف الفترة دخلنا أربعين يوم سوم هل ربنا في عناي أصبح شيء غالي قوي يعني أصبح غالي في مقامه عندي استعداد أنه لو كلمني في سبوع الألام وقال لي أي كلمة أي كلمة مهما كانت موجعة ضد ذاتي ضد أفكاري ضد الطريقة التي أعيش بها الآن عندي استعداد أسمعه أم لا أرى العتاب الذي قاله قال له يا أيوب وأنت تفهم أكثر مني طبعاً أنا أعطت لك كلامي في سبوع الألام عندك استعداد تقبله أم لا على فكرة أيوب أنت عارف المقام بتاع ربنا قال له جبل لبنان بكل الشجر ليس كافياً للإيقاد لا يكفي أنت تعمل بزباح لربنا وحيوان الجبل ليس كافياً لمحرقاً فارفع إلى العلاء عينك وانظر مين الذي خلق السماء كلها مين الذي عملها فخلينا النهاردة عندما ندخل على أسبوع الألام ندخل بقلب وعنين مفتوحة على ربنا متركزة والكلمة التي تأتي تخبط في القلب وقعدها أعرف رد الأيوب على ربنا قال له ماذا؟ نبوط الخميس له آخر إرايات الأسبوع قال له أنا آسف يا رب قال له ماذا؟ بسمع الأذن سمعت عنك لكن بعد الاربانيوم صومت وبعد ما تكلمتني وعطبتني لا تبدأ الآن رأتك عيني قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر أنا رب نطقت بما لم أفهم بعجائب فوقي لم أعرف أنا رب آسف جداً قال لي فترة طويلة سائد كلامك قال لي فترة طويلة أو أتكلم عنك أي كلام أنا عرفت قدري الحقيقي كنت فاكر أني ليس محتاجك وكنت فاكر يعني أن أنا أفهم أكثر منك فما بطعش كلامك فابتدى الأول ربنا قال له أعلمني الآن أيوب هو الذي يقول لربنا أسألك فتعلمني بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني فنحن أريد أن ندخل بالقلب على الفترة التي نحن فيها الآن أتكلمنا أكثر من مرة أن الكنيسة لديها كتاب للقراءة نحن من الفترة كنا نسكين الكتاب بالتوبة هل تعرفون الكتاب بالتوبة؟ هذا الكتاب بالتوبة هو الكتاب بالصوم والصوم الكبير هذا منهج كتوبة جميل أي حد في أي فترة يريد أن يدخل في التوبة لو أسك هذا الكتاب وقرأ هذا بالراحة سيجد قلبه عمال يتحرك نحن الآن في أي منهج أي كتاب في الكتاب الذي قدامنا إلهنا القوي من أجل كل أحد أنت وقف قدام المسيح لماذا؟ لكي يمدي أيده ويشدك فأنت تمسك فيه وتذهب معي هذا اليوم مثلا في النبوات الجنازة التي قرناها مع بعض من نبوة حسقيال ربنا يقول لنا أعرفون أنا لن أعطيكم قليلاً وصايا قليلاً أفكار لا أنا أعمال أكبر من هذا كثيراً هل تعرفون أن أنا ربنا عندما أسعدكم من قبوركم أقومك من الموت أنا أقومك من الموت لن أقول لك مثلاً ماذا أعمل كثيراً كثيراً في طب الإنسان لطيف وزريف وكثيراً لا سأطلعك من الموت سأجعل أفكار الشردية لا يوجد سلطان عليه النبوة تقول كل لسنة الآن نحن أحياناً كثيراً نقول هذا ونسمعه في الإعترافات هم يقولون قد صحقت عظمنا وهلك رجأنا وانقطعنا أحيان كثيراً يأخبرون أنا لا يوجد فائدة أنا أقف في الموضوع هذا مرة واثنين وثنين 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 ربنا سمع وعرف لكن ربنا يقول لك مؤسس أنت تبص على نفسك أنت في أسبوع الألم ستبص على مين على المسيح الذي يمكن أن يفعل ما الذي يمكن أن يطلعك من القبر يعني حياتنا على المسيح ليس معلم بتعليم ونحن نحن نراه لا نحن مع المحي القادر على أن يطلع الحياة فإذا كانت داخلك أنت تريد أن تقول أنا عظمي لأنني صحقت وشكلي لن أدخل السماء أقول لك أعطي أن تقول هذه الكلمة أعطي أن تقولها لأن أنت تريد قدام المسيح لذلك تنبأ وكلهم هكذا قال السيد الرب أنا إذا أفتح كبركم وأصعدكم يا شعبي وأجعل فيكم روح حياة فتعلمون أني أنا الرب يعني أحييك وخليك طريقة حياتك هذه السماء فلما تتقرن نفسك بالوضع الذي فات قالت هذا وضع موت هذا وضع حياة حين أفتح كبركم وأصعدكم منه يا شعبي تعلمون أني أنا الرب تكلمت وفعلت ونحن نسمع نحن نحن لكي يحيينا أجعل فيكم روحا فتحيونه تعلمون أني أنا الرب وبعدين قال لنا بولس في الجناز النهاردة الصبح كما أن الآب يقيم الأموات ويحي كذلك الإبن أيضا يحي من يشاء لكن مطلوب 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 أن أنا أقف ودي له الكرامة الذي لا يكرم الإبن لا يكرم الإبن الذي أرسله هذا الإبن قد أعطت دينونة كلها للإبن لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الإبن أنت محتاج توفوا قدامه وتطيعوا أ36 النهاردة صلينا الصبح حد الشعنين أو حد الزعف ويكنيسة في يوم الحد الزعف تستخدم الإجابة ما watershed وهو الشعنينه كل الذي يفهم في الألحان البحر Daily هناك ألحان سنوية للأيام العادية، هناك ألحان حزيني، هناك ألحان فراحي وشعنيني. ما هذا الشعنين؟ يعني كل ما يفهم في الألحان يقول لك أن هذا الشعنين عالي، أعلى، أحلى من كل ما فاته. لكن الحقيقة أن هذا الشعنين هو لحن ملوكي، لأن الألحان الشعنين يستخدم في ثلاث مناسبات في السنة. محد الزعف، عيد الصليب وعيد الصليب. ما هذا الشعنين؟ في يوم حد الزعف، هذا الملك داخل أرشالين، ملك داخل مدينته. عيد الصليب، الملك قاعد على كرسي العرش، ما هو الصليب، ملك على خشبة، لأن هذا الكنيسة ستأخذ اللحن الملوك الذي استقبله بالمسيح هو داخل أرشالين، وتضعه هنا في الثلاث مناسبات. فأنت مفروض أن تفهم الفكرة النهاردة. النهاردة ربنا واضح قدام عناي، يوضح أن هذا هو المخلص بي. هذا هو الذي لا أحتاج أن أذهب وراءه وأسمع كلامه كل يوم، حتى لو كان هذا ضد ما تربيت عليه. حتى لو كان هذا ضد ما تقوله، حتى لو كان هذا ضد ما يقوله، حتى لو كان هذا ضد الأصحاب يقوله، أو الذي يقوله، أو الذي معي في العمل، يقوله، يقول لك ينبغي أن يطاع الله أكثر من جميع الناس، وهذا هو الذي يريد أن نتلع به اليوم، أخذ المسيح جواه وقاله، يقوله الذي تقول عليه أنه سأفعله، لأنه قال، كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبادية، وكل من أعطاني القابلة، أطلف منه شيئاً، بل أقيمه في اليوم الأخير. أخذنا الكنيسة في يوم حد الزعف، تلففنا الكنيسة في دورة اسمها دورة الشعنين، ما هي هذه الدورة؟ ما هي الدورة التي نظرها الصبح؟ ما هو اليوم؟ ما هو اليوم؟ يوم ملوكي، كلنا نمشون وراء الملك، خطوة خطوة تشويرك على الملك، خطوة خطوة، مكتوب عنه ماذا؟ يقول لك أنه يعد على العرش، والملايكة شايلونه، شايلونه شايل، هذا الملك، ثم تأخذ خطوة خطوة، تأخذك كميسة عند العذرة الأول، فتتكلم عنه كملك، ثم تأخذك عند الملايكة، من الملايكة؟ هؤلاء الخدام، لكن الخدام هو الذي ليس من هذا العالم، الذي ليس من هذا العالم، كان مكتوب عنه ماذا؟ قال لك، خطوة خطوة، الذي كان ملايه بنار، الصناعين، قلوه، عندما ينطع، ينفذون، هذا مادلية، لأنني أيضا أأخذ، أقول له رب، مثل الملايكة، أنا حطيعة، بعد ذلك، بعد ذلك، تخلص قليل السمائيين، تذهب إلى خطوة خطوة، من العالم، نحن، دخل على من؟ تأخذ لك الناس النساك، تأخذ لك الأنب انطونيوس، والأنبابولا، وترى ماذا هذه الناس، عندما رأيت المسيح، سأعرف ماذا؟ يأخذ لنا، هناك إنجيل، نقرأه، يقول لك، ماذا يشبه ملكوت السماوات؟ واحد، فهم أنه لقى كنز، واحد، فهم أنه لقى كنز، فهذه عمل، مضى وباع كل ما له، وقت، 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 مجهود، أنه يحصل على هذا كنز، ويمشي ورا ربنا، من غير مناقشة، أخذت لنا الأنب انطونيوس والأنبابولا، وبعد ذلك، أخذت لنا، ليس فقط، عاشوا من أجله، الذي قدموا حياتهم من أجله، أيضا، لا ترى، المحبة ليه قد؟ طمعنا لنا هذا، يا ترى، عندما ستقاس على الأنب انطونيوس، وعندما ستقاس على البابا بوتروس، ستقاس على ماري جيرجيس، ستبقى واضي عامل، كيف؟ لن نمشي في الموكب الملوكي معه، وتجيب لك، تعدي حتة حتة، ولكن تقول لك، أن هذا الملك أيضا، كان ملك متضع، تجيبه على مدخل الباب، هذا الناحياتي، هذا الباب الإبلي، تقول لك، داخل أرشاليم، علح جحش، وقتين، هذا ملك غريب، أنا أحب هذا الملك، الذي يجعلني أعرف أن أقرب له، فتأخذك الموكب الملوكي، وفي الآخر، أنت المفوت، ماذا عرفنا؟ ما عرفنا؟ ما عرفنا؟ أم لا؟ أنا أخضع لهذا الملك، أرجوك أنتبه جدا، 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 من الأسبوع الأخراني، قالت لنا المثال الذي قاله المسيح عن الغني والعاظر، يقول لك، هذا الأسبوع الأخير يجهزك، لكي ندخل فيه هذا الوقت، ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ هل تعرفون القصة؟ كان هناك فقير، يقعد على باب غني، وهذا الفقير، هذا غني، لم يدلوه شيء، فالأخذ الثاني ماتوا، فطبعا في السماء، ما حصل؟ هذا المعروف ما كان، ومعروف ما كان، الحوار المهم جدا، من نسبة لنا، الذي نطق به الغني، وهو في العذاب، الغني في العذاب، رأى إبراهيم، ورأى العذر، وهو الفقير، هذا في حضنه، إبراهيم أخذ العذر، هذا في حضنه، ومفرحه، فالغني قال لبراهيم، ماهي؟ ابعت، ابعت، لأخواتي، حد من الأموات، قالوا، ماهي؟ ما عندهم موسى، وعندهم الأنبياء، عندهم الكلام بتعليه نجيل، فقالوا، لا، لو عدت لهم حد من الأموات، سيصدقوا، فهينشوا صح، فليس سيكون المكان الوحش، الذي نحن فيه هذا الوقت، سأرد على إبراهيم، وقال له، ماهي؟ قال له، لو لم يسمعوا من موسى والأنبياء، ولا لو قام حد من الأموات، سيسمعوا، من قال هذا المثل؟ من قال المثل؟ المسيح نفسه، المسيح نفسه، الذي قال هذا المثل، الذي يقول على لسانه اليوم، ليس سأقرب لربنا، وليس سأرجع وتوب، وليس سأفتح ودني، لكي أسمعه، إلا عندما يقوم بهذا، هذا كلام المسيح، لو حصل، ماهي؟ طالما لم تقابلت الكلمة الموجودة في الإنجيل، أعرف أنه ليس سيحدث تغيير داخل القلب، لأنك ستقبل الكلمة الموجودة في الإنجيل، وسأقرب لأنه يقوم بهذا الملك، عندما تدرك أنه يقوم بهذا الملك، الذي كان يعتبرنا من قليل، قالي أنه فيا ما عندما عملت السماء والأرض؟ أقي وقتا، وأنا أحبكم، وأنا جئا لكي أمين تتسيبوني أنا وتترقوني، فيا قلقنا الإنجيل أيضا، وقف كذا المسيح وقفوا عن يهود، قالوا لهم عن فكرة، قال لهم على فكرة أنني لا أقبل شهادة من الإنسان. أنا لا أقبل شهادة من الإنسان. أنا الآب يقول علي أنا ابنه. يكفيني هذا. لن أستنى أن تقتنع بي أو لا تقتنع بي. أنا الله الذي ظهر في الجسد الذي قدت وحضرت فسته. يقول لهم هذا يعني. لكن يقول لهم هو يكلمون في هذه النقطات. دعوا لكم أن هذا الكلام سيكون مثل الميزان الذي تتوزن عليه في اليوم الأخير. عندما يتكلم في هذا المسيح هذا يقوم بإمكانك. هذا هو كلام خطير. يقول لك أن المسيح عمره ما قال عن نفسه أنه هو ربنا. عندما يأتي لك إلى أحد مكتب مقدس. لا أحد في العالم قال عن نفسه أنا هو نور العالم. من قال هذه؟ لا أحذر. أنا هو القيامة والحياة. من قالها؟ ما الذي يأتي لك؟ أنا أعيد لك تعليم لك إلى السماء لكن أنا هو نور العالم. أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا لازم تعرف أنت ماشي ورا مين لازم تعرف أنت ماشي ورا مين الموضوع هذا خطير جدا الكلام الذي يدور دلوقتي في العالم ده لا تسمعوه هذا كلام ضلال كلام ضلال جدا قال كده أنا مش بقبل شهادة من حد لقاب يشهد لي فتعال ورايا أنا معايا طريق الحياة أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا فخلينا هذا الأسبوع يعني نفتح القلب انظروا ما نحن حكينا عليهم دلوقتي في دورة الشعانين الصبح هناك أشخاص منهم تركوا تعالوا نرى ما تركوا وماذا تركوا لأن أنت لن تذهب ورا الملك يجب أن تركوا بعض الأشياء لدينا أشخاص الذين تركوا المال مثل من؟ لدينا مثلا القديسة أرساني اسم معلم أولاد الملوك السابق أم ويل أنت كمعلم أولاد الملوك كان عايش في الطرف لدينا واحدة مثل القديسة إيلاريا أنت ابنة الملك زينون هذه تركوا هذه الدنيا لها هذه ابنت ملك هذا يقول لك حبت ربنا من كل قلب لبسة رجالة سمت نفسها إيلاري وذهبت للدير الأب الراهب الذي موجود ساعتها الأب الكبير كان اسمه الأب بموي وقد رأيتها وفكرها الرجل فقال له ماهي؟ يقول له أنت شكلك تعترف لا تعرف أن تعيش معنا هنا قال له أنا لم أأتي هنا لكي أتناعم ردت عليه قالت له أنا لم أأتي هنا لكي أتناعم أنا لم أأتي هنا لكي أعرف الملك لكي أقف أقف قدامه وأقدم حياتي لي بصوم ونص وحياة مقدسة ماهي رأيك لما الناس تكون عارفة هي عايزة ماهي؟ وقالت لنا أيضا القصة زكا هذا الرجل كان يا جماعة هذا كان عشار يعني فلوس بالنسبة له حياته 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 لما تقابل مع المسيح الملك ماهي؟ أحد بالسرعة يأتي نصف أمواله أحد يرجع أربعة عفلة لذلك تعرف قلت لنا الكنيسة قدام ناس تركوا كثير كثير يعني هناك ناس تركوا ملك يعني أنا سأتركه على قديسة إيلاريا وعلى قديسة عرسانيس مع المعاودة الملوك وفي نموذج يتكرر في السنكسار نموذج لا يمكن أن يتخاله ستكون عائلة على بعضها عائلة واحد اسمه الملك نوماريوس واحد اسمه يسطس وقبالي وفى أقلية وبقيت أهلتهم هذه العائلة ليس طبيعية الملك نوماريوس كان هو الذي يمسك الملك لكن دقني ديانوس عمل انقلاب ومسك الملك فالملك نوماريوس من طالب بساطة يمكن أن يأخذ الملك لكن عندما دقني ديانوس كفر وترك الإيمان وابتدى يعلن الحرب على المسيح على الإيمان المسيحي الملك نوماريوس تعرفون ماذا نسى الملك وقال له أنا مسيحي أنا مسيحي وعندما تقرأ، تجد استشهد في الآخر. هذه العيلة طويلة. هذه العيلة فيها كل كدسين الكبار الذين تعرفونهم. ولكن هذه العيلة أقول لكم هذه الأسماء لكي تقرأوا عنهم. كيف يسيب كل هذا من أجل الملك؟ عارفوا وحبوا جداً. عارفوا ومرضوا أنه ينكر الإيمان من أجل العالم. فأرجوك انتبه للنقطة. هناك الكثير مننا الذين ينكر المسيح من أجل علاقة عاطفية. والذين ينكر المسيح من أجل فلوس. ويأتي واحد يقول لك أنه لا تساعدني. أسيبك وأذهب إلى الناحية الثانية. ما هذا الكلام؟ كيف يكون هذا الأمر؟ فأرجوك انتبهوا جداً 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 جداً. هناك الكثير من أجل المسيح تركوا الخلاعة والدنس. ما تركوا الخلاعة والدنس؟ هذه نمازج لنا. لديك شخص مثل ماري من المصرية. كانت عايشة في الشر. لكن عندما تعرفت عن المسيح. عندما اكتشف أن هذا المسيح. دعوك ماري مصرية الأول. حقيقة مقدسة. ثم سحبها. سحبها في سن 12 سنة. أغووها وسحبوها للشر. قاعدت في الشر 17 سنة. هذا مهم جداً لكي نحن كأولاد وبنات. دعوك من سحابك. الذي يعرفك أن هذا ممكن أن يكون سكة. أعدت فترة طويلة عايشة في الدنس. عندما اذهبت إلى الكنيسة القدس. وهناك وهي دخل الكنيسة القيامة. وجدت شيء صدها أنها تدخل. أعرفت أنها وقفت قدام مين؟ فضلت تايها 17 سنة. لكن عندما وجدت شيء صدها. كله يدخل. هذا العيد. كله داخل. وهي لا تعرفها تدخل. أعرفت أنها وقفت قدامها. ماهي عملت؟ فقط. أنا همشوا ورى الملك. ثابت الخلاع والدنس والباب الواسع. عندنا الناس اتضعوا جداً. عندما رأيتهم اتضع. داخل على جحشاتين. تعرفين من قصة الصليب نفسها. اكتشاف الصليب نفسها. بعد سنين طويلة. عندما عملوا لها كنيسة القيامة. وحصل أن الفرس جموا. أخذوا خشبة الصليب. وسافروا بلادهم. راح الملك يراقل. راح هناك حرب الفرس. وكسبهم. ورجع بخشبة الصليب. فجاء يدخلها. كنيسة القيامة. فطبعاً فرحان. أنه راجع بانتصار كبير. فلابس التاج والوشاح الملوكي. ودخل الكنيسة. ودخل الكنيسة. ودخل الكنيسة تتقل. وتتقل. وتتقل. وليس لا يعرف أن أخذها. فاحتار. فواحد من الأباء الكهنة الشيوخ الكبار قال له. قال له. سيدك. سيدك. كان داخل هذا المكان. وكان شايل الصليب على ظهره. ولبس إكليل شوك. فكان منه أنه عمل. وقال على التاج. وقال على اللبس النولوكي. ودخل حافي. فأبدأ عارف أنه يدخل ببين بخشبة الصليب. فأسألك سؤال. هل أنت تفعل ذلك في بيتك؟ هل أنت تقبل أن تكون متضع في بيتك؟ أم أنت متجبر في بيتك؟ متجبر في بيتك؟ دعني ذلك. هذا الموضوع قد خطير. لأن إذا كان هذا الملك بالاتضاعي. سأكون متجبر في بيتي. هل تعرفين أنه تم مقدس في النبوات التي فاتت؟ في النبوات الأسبوع والفات كان يقول لك من يكدر بيته يارث الريح. أنت أيها الأب الذي تقدر بيتك؟ تقدر مراتك؟ وتقدر ولادك؟ تقدرهم؟ لكي تكون أنت فسي الكبير. أنت الذي تؤمره آخر. يقول لك الكتاب المقدس من يكدر بيته يارث الريح. ورابح النفوس حكيم. يقول لك تركوا الراحة من ذلك الرسل. تركوا الراحة. وخرجوا وراء المسيح. عندما دقوه لا يعرفون أن يسكتوا. خرجوا كل حتة. يتكلمون عنه. المسيح قال لهم. أنتم خارجين. لا تأخذوا معكم لا كيس ولا مزود. ولا أحذاء. وبعد ذلك المسيح سألهم. قال لهم. حين أرسلتكم لا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوازكم شيء؟ راحوا وخدموا. فعلاً لم أخذوا معهم شيء. ودعوا أكثر منهم أغنية. ماري ماري مورس. ماري مورس كان غني. قالوا لا تأخذوا معك شيء. قال لهم هل عندما أرسلتكم لا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوازكم شيء؟ قالوا لا. أنت فعلاً الملك. كل كلمة في الأناجيل التي نقرأها، كلها تدور كذا، وأنا وقف قدام مين؟ هتلاقي بتشاهد كذا، أنت وقف قدام الملك. وأرجوك انتبه، نحن ليس محتاجين فقط أن نسمع له في هذا الأسبوع. يقول لك أنا هو نور العالم، ولدينونة أنا جئت للعالم، لأن النور الحقيقي جاء للعالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. هذه الدينونة التي ستضع فيها العالم، أن المسيح بنفسه جاء، والناس أحبوا الظلمة أكثر من النور لأن عملهم كانت شريرة، فأنت مع مين هذا اليوم؟ هذا السؤال، يعني أنت رأيته كيف؟ عينك لسه عليها كشور كده؟ أنت لا تعرف أن تقف قدام مين؟ لا تعرف كيف تقف قدامه؟ يعني لا تعرف كيف تقف قدامه في الصلاة؟ نحن نتفاهم في أصلي وأنا نايم وأنا تحت البطانية، لا يعني، خلاص بقى، هذا الكلام المفروض ماذا؟ راح، لا يوجد بقى، أتفاصل في الصوم، لا يوجد بقى الكلام. نحن نعرف أن نقف قدام مين؟ أنت رأيته كيف؟ لو لسه عليك كشور، اطلب أن يعمل كما عمل مع شاول، ويعترد طريقه كذلك، ويشيل الكشور على عينه، لأنه يقف قدام شاول في السكة، وأظهر بنوره، فلما شاول يتأكد أن هذا المسيح، ما حدث؟ قال له، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ماذا تريد يا رب؟ أنا أريد أن أقول له كذلك، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أشياء جميلة جداً نصليها لأشياء الإنجيل، أشياء الإنجيل التي نسمعها كل يوم، هناك أشياء أخرى لا تتقل لها، ونقول له ماذا؟ نسألك يا سيدنا، افتح أذان كلبنا، افتح ودن قلبنا، لكي نسمع أنجيلك المقدسة، وافتح حواس نفسنا، لكي نستقبل كل ما تريد أن تقوله، لكي نستطيع أن نكون فقط سامعين، بل عاملين أيضاً بأمرك المقدسة. آخر نقطة، أحب أختم بها، وماذا؟ شاول بعد، عندما اتفتحت عينيه، يبدأ أن يجاهر ويتكلم عن المسيح، يجاهر ويتكلم عن المسيح، يقول لك بعد، عندما تفتحت عينيه، قد أعد له ثلاث سنين، يرجع نفسه، ويبدأ يجاهر ويتكلم عن اليونانيين، ويتكلم عن اليهود، اليونانيين يتضايقوا منه جداً، يحاولون أن يقتلوه، لكنه كان يزداد قوة بعد فتح عينيه، ويبدأ أيضاً يحير اليهود، حسب كتاب مقدس، محققاً أن هذا هو المسيح، أيضاً اليهود تشاوروا على قتله، لدرجة التلاميذ، ينزلوه في سلة من السورة، لكنهم لا يخافوا، لماذا؟ لأنه كان عارف هو يفتدن، يحب من؟ عارف دمين؟ عارف أنه عندما أرسل الرسل، لم يحتاجوا شيء، فهو هذا المسيح، كم مرة أنكرت المسيح؟ هل لديك هذه الشجاعة؟ تتكلم عن المسيح؟ أن تصرفك الذي حسب كلامه هو، بحياتك الذي حسب كلامه هو، تظهر المسيح في وسط العالم كله؟ أم أنت تنكره؟ وفي مواقف الواحد أنكرت فيها المسيح، قدام صاحبه، قدام زميله، قدام سواق تاكسي، قدام لا يعرف ماذا؟ أوعى، دعي بالك، كم مرة خفت، دعيك عارف أنت ماشي مع مين، لكن دعي بالك، عندما أقول لك أن تتكلم عن المسيح، هل هناك شيء لديه علاقة بالمسيح؟ بولس على فكرة، قبل أن يخرج، لكي يكلم اليهود واليونيين، قعد ثلاث سنين، ثلاث سنين، يتوب، ويغير فكره، ويفهم، قبل أن يخرج، يتكلم، اليوم، مثلاً، نحن في الجناز العام، يقول له أن بولس كان يتأخذ في المركب، يصفرونه إلى روما، وهم يتأخذ في المركب، حصلت زوابع، فتعبوا، عندما نزلوا على الميناء، هناك بعض الناس مسحيين، يقوم، يقوموا معه أسبوع، يأكلوا، وهدوا، ثلاث سنين، ثلاث سنين، عندما وصل إلى روما، طلب طلب غريب جداً، قبل أن يتكلم عن المسيح، قالوا، سيبوني مع العسكري، الذي معي، ثلاث سنين، لماذا؟ يأخذ خلوة، سيبوني مع العسكري، ثلاث سنين، هو ليس داخل بسدرو، يتكلم عن المسيح، هو داخل يصلي، خاطر بعد ذلك، عندما يتكلم، يتكلم، يتكلم مسنود، يتكلم عن الملك، فأرجوك أنت فقط، نقول لك، تأتي الكنيسة، تقول لك، أنا ليس شيء، فقط أنا أعرف أن أتكلم الناس عن المسيح، أرجوك انتبه، أنت محتاج الأول، تبتدي من أين؟ من داخل، محتاج تبتدي من داخل، تتملع منه الأول، ترتبط به جداً، في التناول، في الإنجيل، في الحياة المقدسة، تتكلم عنه، بعد ذلك، تتكلم عنه، في ربنا، الذي سمح لنا أن نتجمع في بيته، وقامه، ويضعنا كل النعم، ويجعل أباء الكنيسة، يجبون لنا كل الغنى، ويضعه قدامنا، يعطينا أننا، عندما ندخل، ندخل متضعين قدامه، على الصليب، هو قال كده، على الرغم أنه هو الملك، احتمل هذا الصليب بسرور، قال لك، من أجل السرور، الموضوع أمامه، احتمل الصليب مستهيناً بالخزي، لماذا؟ ما هو السرور الذي كان قدامه؟ السرور الذي يرى في وسطنا، الآن، من ساعتها، من ساعته هو على الصليب، يرى في وسطنا، على مدى كل الأجيال، الذي فعلاً قلبه، يرتبط بالمسيح، ويتمسك به قوي، ويقدم صلاح حرة من القلب، متضع قدام ربنا، ويقول له، يا رب، لك القوة الملك، أنت الملك، من أجل السرور، من أجل السرور، من أجل الناس الحلوين، الذين في وسطنا، الذين هم منهم، أنت، وأنت، وأنا، وكلنا، نحن كلنا مدعوين لهذا، فربينا، فربينا، الذي يرى فينا هذا، قال بقى كوة شايفنا، فربينا، عندما ندخل على أسبوع الألام، يدخل الواحد بسخنية، ليس ببرودة، ولا بكسل، لم يكن لدينا أي وقت لهذا، يزكى، يسرع، وانزل، ربنا يعطيكم، ويعطينا أننا نبدأ، هذه البسخة المقدسة، ونقفون قدام المسيح، في كل اتضاع، لإلهنا كل مجد، وكل كرم من الآين والأبد، أمين،